يلا خلي نحل السؤال إذن هنا أربع دقائق وثلاثين ثانية أعتقد كلش كافي على السؤال وحل السؤال يلا أي خمسة وثلاثين نعم ست نعم أول شي أقول زت تساوي إذن هنا بالبداية لازم أجي أبسط إذن في بادئ الأمر لازم يكون عندي تبسط أشي رح يصير عندي زت يساوي زت يساوي واحد ناقص آي نعم إذن هنا ما طول هذا أسخ مصطعش يعني رح يصير عندي واحد ناقص آي أس أربع وطعش في في آي ناقص آي واحد ناقص آي على مية وثمانية وعشر خوش حاجي ويساوي وراح أقول الأربع وطعش هي جاية من اثنين اثنين في سبعة واحد ناقص آي تربيع تربيع الكل السبعة عند الرفع تضرب الأسس إذن هذا السبعة في واحد ناقص آي على مية وثمانية وعشرين نعم ويساوي وراح أفتح التربيع اللي هي تطلع سعر وثنين آي إذن هذا يعني رح يصير عندي واحد ناقص اثنين آي زائد آي تربيع رح يقع عندي فقط السبعة في واحد ناقص آي على مية وثمانية وعشرين ويساوي وراها يعني السالب آي ويا الواحد يعني السالب واحد ويا الواحد كملي أم وان أم وان كملي نعم ساك أستاذ هنانا عندنا الآي تربيع هو سالب واحد تروحوا للواحد سالب اثنين آي السبعة سالب اثنين آي السبعة في واحد ناقص آي على مية وثمانية وعشرين وصلنا إلى الجني زيان هسا هذا السالب اثنين آي والسبعة شنو معنا أستاذ هنانا عندنا الاثنين مرفوع القوة سبعة إذن هي مية وثمانية وعشرين بله هذي مية وثمانية وعشرين ما عدي مشكلة بيها بعد هنانا السالب السفل الثنين مو آي السالب هنا رح يبقى مرفوع قوة فردية ما طول مرفوع قوة فردية إذن السالب مرفوع إلى قوة فردية تبقى سالب هاله زوجية الاثمانية شراحت ورح يصير عندي آي السبعة هذا كل مضروب في واحد ناقص آي على مية وثمانية وعشرين شنو الخبر السعيد هنانا عندنا الآي السبعة استاذ يعني أنا عندي طريقة بالحل عادي أقولها استاذ هنا نجزئها نقول آي أس أربعة مرفوع الناتج القسمي يعني آي أس أربعة أس واحد في آي أس ثلاثة اي نفس الشيء اي اوكي والآي أس ثلاثة هو اش قد؟ اهنا الناتج سالب آي سالب آي يعني آي أس ثلاثة هاكو اختصار هذا ويه هذا اي نعم استاذ اختصار زيان إذن الآي أس سبعة قتلي سالب آي وعندي سالب برش رح يبقى عندي رح يصير آي فقط آي المقام راح إذن آي في واحد ناقص آي ويساوي شنوه؟ ويساوي إن آي زائد آي تربيع آي زائد لو ناقص آي تربيع لا عفوا ناقص آي تربيع زيان من هو ناقص آي تربيع؟ ناقص آي تربيع هو واحد يعني رح يصير واحد زائد آي واحد زائد آي زيان هس هنا لحد الآن شكرا إليك C دعش خلص السؤال له بعده استاذ هو جدنا ضير الضربي يعني يعني 1 على Z يساوي إذن 1 على Z يساوي 1 على 1 زائد i نضرب بالمرافق 1 ناقص i على 1 ناقص i نعم هو يساوي 1 ناقص i على 2 إذن هذا 2 ورح يبقى 1 ناقص i خلي أوزع الثانية سالب نصف i إذن تقسيم الدرجة إذن هذا رح يكون عليها 5 درجات وهذا أيضا رح يكون عليها 5 درجات شنو مشاكلكم يا ريت ما سألون كل شو هيا إذن C دعش تفضلي اللي اللي كانوا رفعين يديهم للمشاركة خلي نزلوه حتى أعرف منه اللي داريد يسأل الأي 25 تفضلي أستاذ نسيت تريد النظير الضربية يعني ركزت عليه بالبداية هواي إذن هنا يعني آخذ منك 5 درجات وضعت عليك شلفة الهمبرغر إذن لا هي ضائعة من بداية أستاذ معروف أنه هي ضائعة أستاذ بس هنا آي ناقص آي تربيع لحنا أنا وقفت ماكملت آي زائد آي صار يعني ما سويتها واحد زائد آي يعني منها الخبز درجات ثم رح أخذ منك درجة يعني تأخذين أربعة من عشر يلا زيان أم 15 أستاذ السوام دخلتها على آي ونسي أدخلها على الثنين هذا هنا أيضا خطأ شبير جدا وأكيد هنا النظير الضربي كلها تخربط عندنا والاختصار تخربط فتأخذين ثلاثة من عشر أستاذ أستاذ هنا الآي السبعة من جزائتها في هاي طريقة أستاذ يعني هي أطول أتبعها لو ما مقبولة وزاريا والله هو الطريقة السريعة شا تقول تقول تستبدل القوة الموجبة بباقي قسمتها على أربعة فسبعة منها قسمتها على أربعة يبقى ثلاثة لا يتكعي بسالة باي ها يعني عادي والله هي مقبولة أي طريقة أخرى تؤدي من غرض مقبولة نعم بي 15 السلام عليكم السلام عليكم السلام أستاذ هنا يصر من البداية مثلا أقول واحد على زيت ومية وثمانية وعشرين على واحد ناقص آي أس 15 صحيح صحيح ماكو مشكلة يعني ممكن من البداية راح أقول واحد على زيت يساوي لن مقلوب فرح يصير مية وثمانية وعشرين على واحد ناقص آي أس 15 أخاف الحل يكون شوية أصعب ولكن إذا وصلت لنفس الجواب صحيح ومقبول وزاريا ماشي ساشو سي ثلاثين أستاذ يعني بقيت واحد على زيت يساوي واحد على واحد زاد آي مكملت زين لعد مو هالي دا قوليش بالصيغة الجبرية اش كبره هالي بالصيغة الجبرية يعني هنا اللي كاتبة بس واحد على واحد زاد آي ومن بسطة تأخذ ستة من عشر زين اليوم أريد شوي أصير قاسي عليكم زين بعد بيتو أستاذ بس أني هنا الإشارة مع الزيت قلت واحد ناقص آي بجاني الخطأ آي يعني هنا أنت سالب آي تربيع ما اعتبرتها مدربتها شنو واحد سالب واحد شنو أنا أحروفها هي واحد بس أنا الإشارة هاي سالب نزلتها مادر شواني أحروف هي موجبة أكو فرق بين الرياضيات والأحكام الشرعية بالأحكام الشرعية إنما الأعمال بالنيات إحنا عدنا إنما الأعمال بالمكتوب لذلك أنت كاتب الواحد على يعني سويته واحد على واحد ناقص آي لا تطلع آخر شي نص زائد نص آي زائد نص آي أطيس سبعة من عشرة زين بعد أن تسعة نعم أستاذ أستاذ بلا يعني منا اختصرت السالب آي السبعة بقيتها السالب آي يعني ما سويتها موجبة آي يعني السالب آي يعني هنا بقت عندش آي السبعة آي يعني هذه صارت عندش آي السالب آي يعني طلعت بس قيمتها إنه قلت مو صار ثلاثة آي أس ثلاثة فطلعت سالب آي وطلع النظير الضربي السالب واحد على الثنين زائد واحد على الثنين آي يعني هم أنا قصت ثلاث درجات السبعة تأخذين من عشرة زين بعد بعشرة أستاذ الزت سالب واحد يعني مرفع الث سالب واحد هي نفسها واحد على الثنين نفس الشيء لكن هنا هذي استخدامها كلش نادر يعني الواحد على زت أدق ولا هثنيناتهم صحيحة ولا أشكالة فيها بعد الباقين اللي سئلوا خلي نزلوني ديهم حتى أعرف من البقاء عندي سي ثلاثة عش أستاذ أستاذ كموها البنية أنه موزع السبعة بس على آي أستاذ وصلقوا هنجد نوزعها على الثنين وعلى آي هي بس رقم واحد هنا لا هذا الأسس تتوزع على الضرب الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع وطرح فهذه السبعة ستصبح مرة على السالب ومرة على الثنين ومرة على الآي من صارت على السالب وقد سالب من صارت على الثنين صارت مية وثمانية وعشرين على الآي صارت آي والسبعة لأن ذولة بيناتهم ضرب أستاذ شكرا هسا السؤال الثالث انتهى والسؤال الرابع هذا أبو الخبزة هذا جد مجموعة حل المعادلة التالية في سي المعادلة هي أكس تربيع ناقص اثنين أكس زائد تسعة زائد ستة آي يساوي صفر ورح أطيكم سبع دقائق لحل هذا السؤال يلا توكلوا بالله وسبعة دقائق اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر رقم واحد على اثنين يلا تفضلي وزعي يعني يسا هنا رح يصير عندي اثنين موجب سالب تحت الجزر نعم تحت الجزر اربعة ناقص ستة وثلاثين ناقص ستة وثلاثين نعم ناقص اربعة وعشرين ايه جيد اذا هنا كتلتي للجن الاول لان بعض الطلاب ايش جاي يسوي يقول لي سالب ستة وثلاثين زاد اربعة وشرين اي يعني السالب اربعة دا يضربها بالتسعة ولكن الاربعة دا يضربها بالستة اي مو السالب اربعة اذا الجن الاول عبر خوش زيان بعد ويساوي شنو اه اه اثنين نسا انه نجمع الاربعة وستة اثنين موجب سالب موجب سالب تحت الجزر اثنين سالب اثنين وثلاثين ناقص اربعة وعشرين اي سالب اثنين وثلاثين ناقص اربعة وعشرين اي على اثنين على اثنين اجاب اشرح اسا شكرا ايليش خلي نشوف طالبة اخرى نعم بي عشرين نعم الساعة نعم بس هم هسا رح ناخذ الجذر على صفحة ونطلع القيمته خاش حاجي يعني هسا هنا رح اجي اقول سالب اثنين وثلاثين ناقص اربعة وعشرين اي شي ساوي هذا شرح الفرضاء اكس رح نصير الجذر استرغم تلك بالجذر لا مو احنا جلنا بالجذر التربيعي بعد الجذر مر اسمي يعني رأسا الفرضاء بالتربيع فش رح يساوي رح يصير اكس تربيع ناقص تربيع زاوي اي اذن هنا الجن الثاني مع الاسف اقول شكتلت ما طول اكو بالسؤال اكس بعد ممنوع اختار ال اكس مرة ثانية كحرف عندي واي حرف بالانجليزية ستة وعشرين حرف اذن هنا الجن الثاني بان يقول هذا رح يصير اي زاوي بي اي الكل تربيع هسا ايش رح يصير من اقول المربحة الدانية يعني سالب اثنين وثلاثين ناقص 24 اي اي تساوي نعم اي تربيع ناقص بي تربيع نعم زاوي 2 اي بي اي 2 اي بي اي اي اذا تساوي عدد المركبيا فان الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيل يساوي التخيل يعني معناها شنو يعني اي اي تربيع ناقص بتربيع يساوي سالب اثنين وثلاثين هناك ما مقدر مقوم بالغط تساوي السالب اربعة وعشرين يعني معناها البيش الساوي يعني معناها البيت الساوي سالب اثنائش على اي سالب اثنائش على اي اذا هذه معادلة رقم اثنين وتعوض راح تعود في واحد زين شكرا إليك هس هنا بواحد وعشرين او من اللي تريد الشارك ام وان يلا تفضلي نعم الساد الساد بس انت يمي ضعيف يلا السمعج ممكن انت قليل بنا يا وان وصلت وصلت الى ب تساوي سالب اثناعش على اي انت مساويتها بدلالة اي وبي لو مساويتها بدلالة اكس و واي لا بدلالة اكس و واي يلا ماكو مشكلة اذا اشتركتوا بنفس الجنة اذا كم لي هس احنا وصلنا بي تساوي سالب اثناعش على اي نعم ساد هنا راح نجي نعوضها بالمعادل رقم واحد اللي هي اي و بي مساويتها مو راح نصر اي تساوي ناقصا سالب اثناعش على اكس لكل تربيع يعني معناها صارت مية واربعة واربعين على اي تربيع اي تربيع نعم ساد سالب اثنين وثلاثين زين راح نضرب المعادلة كلها في اي جد سالب اثنين وثلاثين اي تربيع حس راح اصفر المعادلة يعني ش راح يصير عندي اي اس اربعا زائد اثنين وثلاثين اي تربيع ناقص مية واربعة واربعين يساوي صفر اذا ناقص مية واربعة واربعين يساوي صفر زين اوكي شكرا هس هنا بعد ام تسواطعش كملي نعم استاذ انحلل هنا بالتجربة راح احلل بالتجربة شراح يصير عندي قوس تين اكس تربيع زائد زائد اي تربيع اذا اي تربيع زائد ستة وثلاثين اي تربيع ناقص اربعة ناقص اربعة ويساوي صفر منو اليهمة لسه هنا يهمة الاول ستة وثلاثين اذا نعم مجموع مربعين راح يهمل اذا هذا مباشرة جوا راح اجي اكتب يهمل اذا اشبق عندي السل اي تربيع شتساوي الاي تربيع تساوي اربعة يعني معناها الاي شتساوي موجب سالب اثنين اذا معناها الاي راح اصير عندي قيمتين اما اي تساوي اثنين او اي تساوي سالب اثنين ازين ذول اثنين راح اعوزها بالمعادلة راح اعوزها بالمعادلة إذا أقصل لكل السؤال رح أقول الجذران هما يعني بالوزاري رح تكتبوا لي السهنة رح تكتبوا لي الجذران هما شنو الجذرين السهل صار عندي 2-6i جيد إذن واحد منهم 2-6i وبعد 2 سالب 2-6i سالب 2-6i جيد هسه طلعت ناتج الجذرين التربعيين من سالب 32-24 2-6i وين رح أوديهم دولة هسه أستاذ واحد منهم إن عوضها بال ها رح أجي أعوضها بالوين وصلت آخر شي يعني رح أجي أعوضها هنا رح أعوضها مروية الموجب ومروية السالب يعني إش رح يكون هنا رح يصير أما أما 2-6i زين أكتب أما X تساوي رح يصير 2 زائد شنو زائد 2 ناقص 6i على 2 يعني شو هيصير عندي هيصير عندي أربعة ناقص 6i على 2 وين ساوي 2-3i 2-3i إذن هذا يمثل الجدر الأول الناتج الأول بعد الباقيات الباقيات بنو تكمل رفعوا يديكم أستاذ بس أنت السؤال أهي تفضلي أستاذ أنا كاتب البي البي كاتبت ثنين وبالقانون كاتبت يعني زين القانون بس من أم عوض البي واحدة بس هاي أول بي صالب بي أول وحدة أهي عوضتها أربع ما معوضتها ثنين بس أنا كاتب القانون الصحيح وكاتب المعطيات الصحيح بس من نقلتها ماضي آه يعني إسا إسا راح أقول لتش يعني راح أحاسبتش أنقصش درجتي يعني راح يصير عندش بالأخير الخلال نعم إسا هنا الـ C5 كاملي إسا هنا الأمانت هنا منها أو أستاذ الأول 2-2-6i على 2 إذن هنا راح يصير عندي 2-2-6i على 2 السالب خليه تدخل على القوس يعني إش راح يصير عندي حصير 2 زائد سالب 2 زائد 6 إذن 2 زائد 2 و2 ناقص 2 راح يصير عندي زائد 6i على 2 2 ناقص 2 هذا صفر و6i على 2 يعني بنهاية حصير 3i 3i هسه راح يأكتب مجموعة الحل إذن معناها مجموعة الحل راح يساوي شنوه 2 راح يساوي 2 ناقص 3i 3i و3i إذن هذه الطريقة المطولة جدا في حل السؤال منه سنزدو إيديكم منه حلت السؤال على الطريقة الشعورية إذن هذا السؤال يحل بطريقين يحل بالطريقة الرياضياتية المطولة ويحل على الطريقة الشعورية منه منكم حلت السؤال على الطريقة الشعورية نعم نعم أستاذ أحليت على الطريقة شنو هاي الطريقة الشعورية السؤالي عندي السؤال هو شنو X تربية إذن هنا X تربية ناقص 2X زائد 9 زائد 6I زائد 6I يساوي 0 إذن هنا طريقة شعورية هذه رح أقول أو نعم نعم نتبت المعادلة بحيث أنه تكون X تربية زائد 6 ناقص 2X زائد 6I ناقص 2X زائد 6I يساوي 0 وبعليا غربت 9 بسالب I تربية خوش حدية يعني معناها X تربية ناقص 9I وبعليا نعم فتحت سويت فرق مربعين قبلها قبلها يعني أنت ضربت في سالب I تربية والباقيات التي سويت لهم إيه سالب 2X زائد 6I نزلتهم ماكو عامل مشترك يعني إيه أقدر أطلع عامل مشترك يلا شخص في العامل مشترك سالب 2 عامل مشترك إيه شرح يبقى عندي ناقص 3I رح يصير X ناقص 3I يساوي 0 زائد بعد نعم حفتح فرق بين مربعين إذن X ناقص 3I في X زائد 3I زائد هذا رح ينزل نفسه سالب 2 في X ناقص 3I يساوي 0 من العامل مشترك اللي هو X ناقص 3I أخواش حتي شبقى عندي بقى عندي X زائد 3I ناقص 2 ناقص 2 يساوي 0 هس من عندي حاصل ضرب قوسين يساوي 0 يعني شنو أما أو أو إذن معناها أما X ناقص 3I تساوي 0 إذن X تساوي 3I 3I هذا الأما أو أو X تساوي 2 ناقص 3I 2 ناقص 3I ومجموعة الحل هنا طلعت نفسه إذن هنا المستخدمة الطريقة الرياضياتية تأخذ 10 والمستخدمة الطريقة الشعورية أيضا تأخذ 10 واللي منها ساحب مثلا أربع عامل مشترك ساحب أربع عامل مشترك بحيث هنا طلعتها برهم سويته 2 وباقي السالب 8 ناقص 6I ومكمل الحل وطلع نفس الجواب هم تأخذ 10 ماكو مشكلة سمعوني هسا شنو مشاكلكم في حل هذا السؤال نعم C13 ستاة أنا حلت الطريقة الأولى والمعادلة وقفت بها يعني ما عرف بتأطلع أسوي التجربة التجربة يعني هنا الحل يعني طريقة إيجاد الجذران التربعيان عليها 6 درجات والتعويض 4 درجات فما طول أنت وصلت للتجربة فتأخذين 4 من 10 إيجاد الجذران إيجاد الجذران ناقصكم تمام سي 6 أستاذ أنا مستخدم الطريقة الشعورية بس ساحب 2 عام المشترك إذا 2 عام المشترك ما راح أقدر أسحب قوس عام المشترك ما يفيدني هي وشنو طريقة الشعورية سأني ليس سميتها شعورية لو أجي ساحب 2 عام المشترك موجب 2 فهذا شي صير سالب X زائل 3 I زين أنا هنا ما عندي سالب X زائل 3 I فلازم شنو أغير الرأي أقول الثنين مرة هم ما تلازم أسحب سالب 2 فمعناها ما قدرت تتكملين حل السؤال لا أنا شمس سوي يعني طلع بس الثنين وصير X زائل 3 I يعني حتى هاي مستخدم غطان هذا صار هنا خطأ مركب وبعدي صاحب X زائل 3 عامل مشترك وطلعت مجموعة الحل سالب 3 I ويمكن 2 نزال 3 I مو نعم سالب 2 ناقص 3 I إذن تاخذين 4 من 10 أن 13 سال أنا كات A Y شكات A Y المدى أبتهم سال إنت مقلت X Y ما يصير سويت A B أنا كات A Y لا مشكلة المهم مؤكس صحيح يعني مو A زائل B I المهم مؤكس زين 99 نعم نعم 99 سؤال أستاذ أنا أحكى لن السؤال يعني لا صح بس مبقية نفس ما ممغير أي زائد B I مبقية السؤال مغير V يعني شم سويت X Y I مسويت ها مبقية نفس شاب نعم نسوي A Z B I مبقية 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 شيء ثاني. سالب بي مبقى سالب ثنية. سالب بي. هي البي مبقيتها سالب ثنية. ها ادري. ها يعني بالدستور بقانون الدستور مكاتبتها ثنيا موجب سالب. سويتها سالب ثنيا موجب سالب. اي. فراح نقصج عليها ايضا درجيا. صارت للدرجات. يلا اي. خمسة وثلاثين. استاذ هنا بطريقة ثانية. نعم. هنا القوس الثاني اكزاء ثلاثة اي ناقص اثنين. ليش هيش صارت. هي مو عندي قبلها. العام المشترك. هو العام المشترك عملية قسمة. يعني هذا قسمت على اكز ناقص ثلاثة اي. هذا من قسمت على اكز ناقص ثلاثة اي. اش بقى عندي السبق بس اكزاء ثلاثة اي. هذا. وهذا من قسمت على اكز ناقص ثلاثة اي. قد بقى عندي فقط سالب اثنين. نزلت ابسطة. ليش دخلت بالقوس. الشيء لأمو هو عملية قسمة. يعني كأنه صار عندي هسة. كأنه اكز ناقص ثلاثة اي عام المشترك. وفتحت قوس شبير. اهناش بقى عندي بقى اكزاء ثلاثة اي ناقص اثنين. كأنه صار تيتي. لكن السالب ما طول صار وراء القوس فالقوس ما الى وجود. يعني ما الى اهمية فما كتبته. في حين لو كانت مثلا اثنين ناقص اكز زائد ثلاثة اي لا هذا السالب لازم يدخل على القوس. بس اذا كانت السالب على يمين القوس فالقوس ما راح يكون الى اهمية. بعد. اه اموان. اه استاذ. هنانا ليش ال اكز زائد واي اي نقصتنا عليها. يعني احنا مونع. ما طول عندي اكز بالسؤال. لسه كل الاسألة اللي اذا تنتبهون الموجودة عندي بالتمارين. ما مسميها اكز. مسميها زت. لان يدري الطالب هو راح يسمي اكز زائد واي اي. فبالوزارة اخاف يريد هنا ينقصكم فالدرجة يسويها اكز. فاذا هم كررتوا الاكز. فينقصكم درجة حرامة. فلازم تختارون اي حرف غير الاكز. نعم استاذ شكرا. سي 13 اكو سؤال اخر. اذا ما اكو اسئلة اذا بقتلنا اربعة اسئلة راح ادزلكم رابط جديد وبدون استراحة.